فساد حكومي متعاقب منذ عام 2003 وحتى الآن هكذا وصف الصحيفة الانديبندنت البريطانية الوضع في العراق متسائلة إن كان النظام السياسي الحالي ديمقراطيا كما يدعي زعماء العملية السياسية الذين قالت عنهم الصحيفة البريطانية إنهم انضموا لأنظمة معادية للحكومة قبل الاحتلال والتحالف كما يقول كثيرون منهم مع الشيطان حتى وصلوا إلى حرب عام 2003 فشكلوا حكومات متعاقبة بمساعدة محتل ما كثف العراق بآلته الحربية ولم يسحب الجزء الأكبر من قواته إلا بعد اتفاق مع البرلمان بأن لا تتم مقاضات هذه القوات جراء ما ارتكبته من اتهاكات وجرائم فضلا عن إيداع ذلك في مجلس الأمن كي يكون ذلك قرارا ملزما لحكومة المالك والحكومات التي تليها الصحيفة أكدت أن النظام الحالي جرد الشعب من حقوقه مطلقا عملية قال عنها إيد علاوي أحد شخصها بعد عشرين عاما بأنها انتهت لما وصلت إليه من فساد وتحكم للميليشيات الموالية لإيران بالقرار والأموال فضلا عن إنفاق ما يزيد على ترليون ومائتي مليار دولار ذهبت كلها إلى مشاريع وهمية وفاسدين الصحيفة رأت أن كل ذلك يشي بأن النظام السياسي الحالي يدخل في دوامة انهياره ولسيما بعد أن هزت بنيته تظاهرات تشرين بأعداد ضحاياها ومصابيها أما مؤشر الديمقراطية لعام 2021 صنف النظام السياسي بعد 2003 بأنه سلطوي واضي عن العراق في مرتبة متدنية ضمن السلم العالمي لمؤشر الحريات الصحفية وفق منظمة مراسلين بلا حدود وهي معايير دولية كشفت كذبة ما يسمى بالديمقراطية التي يجاهر بها السياسيون مراقبون أجمعوا على أن قوى الإطار التنسيقي تصر على إبقاء البلاد على نهج الطائفية والفساد مع اطلاق يد الميليشيات الموالية لإيران لإضعاف الدولة عبر التدخل الخارجي وفرض الأجندات متسببة للعراقيين منذ عام 2003 وحتى الآن بالعديد من الأزمات ونهب الثروات